السلام عليكم يعطيكم العافية أنا الأستاذ نور إدريس إن شاء الله اليوم رح نحكي عن الجزء الثاني من درس المتغير العشوائي المنفصل وتوزيع ذي الحدين لطلاب الثاني ثانوي أدبي بداية قبل ما نبلش بتوزيع ذي الحدين رح نعدل بس تعديل على سؤال رقم 7 اللي حلناه بالفيديو السابق اللي هو كان إذا كان التوزيع الاحتمالي للمتغير العشوائي هو 0-2-10-1-15%-2-3-10-3 وطالب منا جد قيمة الثابت كاف أول إشي زي ما حكينا إحنا في الفيديو السابق عشان نوجد قيمة المجهول لازم تكون عندي مجموع التوزيعات أو موجوء مجموع الاحتمالات بالنسبة إنها بتساوي واحد فهون الحل رح يكون له 2 بالعشرة زائد 15% زائد 3 بالعشرة زائد كاف بتساوي واحد 2 بالعشرة زائد 15% هي 35% زائد 3 بالعشرة زائد كاف بتساوي واحد 35% زائد كاف بتساوي واحد ناقص 65% للطرفين كاف بتساوي 35% وهذا هو التعديل البسيط على سؤال رقم 7 من الفيديو السابق اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو رح نحكي عن درس توزيع ذي الحدين اللي هو الجزء الثاني من درسنا المتغير العشوائي المنفصل وتوزيع ذي الحدين طبعا يا شباب توزيع ذي الحدين باعتمد على قانون هذا القانون إذا حفظناه بكون الدرس كثير سهل وبسيط قانون وبدنا نطبق عليه للحل نيجي نشوف كيف بحكي لنا إذا كان عندي سين متغير عشوائي ذي الحدين له معاملات المعامل الأول نون المعامل الثاني ألف بيقول لي لامي السين بتساوي را هذا هو قانون توزيع ذي الحدين بالنسبة إنه لامي السين بتساوي را بيحكي لنا نون فوق را اللي هي التوافيق ضرب ألف قوة را واحد ناقص ألف قوة نون ناقص را بيحكي لي نون عدد مرات التجربة را عدد المحاولات ألف احتمال النجاح في كل مرة واحد ناقص ألف احتمال عدم النجاح نشوف هذا القانون إحنا كيف نستخدمه ونطبقه في حل المسائل الموجودة عنا لو أجينا اطلعنا على المثال الأول بيحكي لي إذا كان سين متغير عشوائي ذي حدين معاملات نون ثلاث ألف واحدة لأربعة بده في المطلوب الأول قيم سين المطلوب الثاني كون جدول التوزيع الاحتمالي بداية عشان نوجد قيم سين عشان أقدر أوجد قيم سين اللي هو طالبها مني بدي أستخدم قيم نون اللي معطينا إياها بالسؤال اللي هي الثلاث بداية إحنا قيم سين ببلشها من الصفر هاي صفر واحد اثنين وبنتهي عند قيمة نون قيمة نون ثلاث باجي بحكي عندي الثلاث وبوقف وهيك بتكون إحنا أوجدنا قيم سين بالنسبة إلنا ببلش من الصفر آخر قيمة بتكون بالنسبة إلي قيمة نون حس هون بفرعبا طالب مني كون جدول التوزيع الاحتمالي زي ما حكينا في الدرس الصابق التوزيع الاحتمالي عشان اعمل الجدول بدي احكي قيم سين واحتمال هاي القيم اللي هو لام السين قيم سين بالنسبة لنا له السفر الواحد والاثنين والثلاث حس هون أنا بدأ أوجد احتمال سفر احتمال الواحد احتمال اثنين واحتمال الثلاث عشان أقدر أوجد احتمال كل قيمة لسين لازم أستخدم قانون ذو الحدين نyeram نشوف كيف بدنا نستخدم القانون في حل السؤال بداية ننوجد احتمال السفر فبدنا نستخدم قانون توزيع ذو الحدين هاي لام السين بتساوي سفر القانون بيحكي لنا هو عبارة عن نون فوق را ألف قوة را واحد ناقص ألف قوة نون ناقص را هذا بالنسبة لنا القانون اللازم نكون حفظينه ونشتغل عليه ونطبق بداية بالسؤال قيمة نون بيكون معطينا إياها هاي هون معطيني نون بتساوي ثلاث معطيني ألف اللي هي واحد على أربعة أنا بنقصني عشان أقدر أطبق على القانون الواحد ناقص ألف فباجي بحكي الواحد ناقص ألف بتساوي باجي بحكي واحد ناقص أربعة سائل بثلاث بس أنا بخذها بالقيمة الموجبة هي عبارة عن ثلاث على أربعة المقام يبقى كما هو هيك أنا قدرت أوجد الواحد ناقص ألف طيب أنا بدأ أوجد احتمال السين لما بتكون سفر اللي هي نفسها لا من السفر وتساوي نون معطيني إياها بالسؤال لقيمتها ثلاث هاي ثلاث فوق السفر ضرب ألف معطينا إياها أيضا واحد على أربعة قوة را اللي هي القيم اللي بدأ أوجد احتمالها اللي هي السفر واحد ناقص ألف حكينا ثلاث على أربعة نون ناقص را نون ثلاث ناقص القيم اللي بدأ نوجد احتمالها اللي هي السفر بيظل علي بس تطبيق خطوات الحل على القانون بداية أننا نستخدم قانون التوافيق هاي ثلاثة مضروب على سفر مضروب ثلاثة ناقص سفر مضروب ضرب هون عندي واحد على أربعة قوة سفر بالنسبة لنا أي عدد مرفوع للقوة سفر قيمته واحد ضرب ثلاث على أربعة قوة ثلاث ناقص سفر اللي هي بالنسبة أنه ثلاث فبنيجي بنحكي ثلاثة مضروب على سفر مضروب واحد ضرب ثلاث ناقص سفر هي عبارة عن ثلاث وهي المضروب ضرب واحد ضرب ثلاث قوة ثلاث سبعة وعشرين أربعة قوة ثلاث اللي هي أربعة وستين بنختصر الثلاث مضروب مع الثلاث مضروب بتبقى أنه واحد ضرب واحد ضرب 27 على 64 فبالنسبة أنه لامس سين بتساوي 0 عبارة عن 27 على 64 وهيك إحنا قدرنا نوجد احتمالية سين بتساوي 0 باستخدام قانون توزيع ذي الحدين اللي هي قيمته بالنسبة أنه 27 على 64 هسه هيك إحنا ما خلصنا وما أوجدنا جدول التوزيع الاحتمالي بدي أوجدها عند السفر عند الواحد وعند الاثنين وعند الثلاث يعني أنا بدي أطبق قانون توزيع ذي الحدين أربع مرات عشان أقدر أكون له جدول التوزيع الاحتمالي هسه هون بدنا نستخدم القانون لإيجاد احتمال الواحد فمن يجي منحكي بالنسبة لنا زي ما احنا عارفين بالسؤال قيمة نون بتساوي 3 ألف أيضا معطينا إياها في السؤال قيمتها 1 على 4 1 ناقص ألف احنا أوجدناها اللي هي 3 على 4 هسه أنا بدأ أوجد لامس سين بتساوي 1 باستخدام القانون نون فوق را ألف قوة را 1 ناقص ألف قوة نون ناقص را نشوف كيف نون معطينا إياها بالسؤال اللي هي قيمتها 3 هاي 3 فوق اللي هو 1 ضرب ألف اللي هي 1 على 4 قوة را اللي هي الواحد ضرب 1 ناقص ألف 3 على 4 قوة 3 ناقص 1 نستخدم نشوف كيف ديطع معنا الجواب 3 فوق الواحد عبارة عن 3 مضروب على 1 مضروب في 3 ناقص 1 مضروب ضرب 1 على 4 قوة 1 أي عدد مرفوع للقوة 1 بنزل زي ما هو وزي ما حكينا أي عدد مرفوع للقوة 0 1 أي عدد مرفوع للقوة 1 زي ما هو هاي الواحد أربعة كما هي 3 على 4 قوة 3 ناقص 1 2 إن فكها باستخدام قانون هاي 3 ضرب 2 مضروب على الواحد مضروب 1 ضرب 3 ناقص 1 هي عبارة عن 2 مضروب ضرب 1 على 4 ضرب 3 تربيع 9 4 تربيع 64 بنختصر 2 مضروب مع 2 مضروب بتصير عنا 3 على 1 ضرب 1 على 4 ضرب 9 على 64 عشان أوجد احتمال لما سين بتساوي 1 بتبقى علي بس أضرب هذول الأعداد 3 ضرب 1 3 ضرب 9 27 على 1 ضرب 4 4 ضرب 64 درب الاربعة تربيع بنعتذر 16 بصير عنا هي هون 16 فبنيجي بنحكي 4 ضرب 16 64 و هيك إحنا وجدنا لامسين بتساوي 1 فبالنسبة لنا لامسين بتساوي 1 أيضا قيمتها 27 على 64 هسنا نوجد الاحتمال عند لاثنين زي ما حكينا قيمة نون بتساوي 3 ألف 1 على 4 1 ناقص ألف بتساوي 3 على 4 هسلام السين بتساوي 2 تساوي 3 فوق لاثنين ألف ليه 1 على 4 قوة 2 1 ناقص ألف ليه 3 على 4 قوة 3 ناقص 2 وتساوي 3 فوق لاثنين هاي 3 مضروب على 2 مضروب ضرب 3 ناقص 2 مضروب ضرب 1 تربيع 1 4 تربيع 16 ضرب 3 على 4 قوة 3 ناقص 2 1 فبتسير عنا الثلاث مضروب ثلاث ضرب 2 مضروب على 2 مضروب ضرب ثلاث ناقص 2 واحد هاي واحد مضروب ضرب 1 على 16 ضرب ثلاث على 4 قوة 1 زي ما حكينا أي عدد مرفوع للقوة 1 بنزل زي ما هو نختصر الثنين مضروب مع الثنين مضروب ثلاث على الواحد مضروب قيمته 1 ضرب 1 على 16 ضرب ثلاث على أربعة ثلاث ضرب واحد ثلاث ضرب ثلاث تسعة واحد ضرب ستعشر ستعشر ضرب أربعة أربعة وستين وهذا كان أوجدت لام السين بتساوي اثنين ومنعوضها بالجدول لما كانت قيمة سين اثنين احتمالها تخرج معنا تسعة على أربعة وستين بتبقى علينا إيجاد آخر قيمة اللي هو احتمال السين بتساوي ثلاث نرجع من عيد نون قيمتها ثلاث ألف بالنسبة إنها عبارة عن الواحد على أربعة الواحد ناقص ألف بتساوي ثلاث على أربعة هاي اللام السين بتساوي ثلاث باستخدام قانون توزيع ذي الحدين نون فوق را هاي ثلاث فوق الثلاث واحد على أربعة قوة ثلاث ضرب واحد ناقص ألف ثلاث على أربعة قوة ثلاث ناقص ثلاث وتساوي ثلاث مضروب على ثلاث مضروب في ثلاث ناقص ثلاث مضروب ضرب الواحد تكعيب 1 4 قوة 3 4 و 60 ضرب 3 على 4 قوة 3 ناقص 3 سفر احنا كل اللي علينا فقط حفظ القانون والتطبيق المباشر عليه باجي بحكي 3 مضروب مع 3 مضروب باختصرها البوت تبقى عندي 1 على 3 ناقص 3 0 مضروب 1 على 64 ضرب 3 على 4 قوة 0 زي ما حكينا اي عدد مرفوع للقوة سفر قيمته 1 وتساوي 1 على 0 مضروب 1 ضرب 1 على 64 ضرب 1 فبالنسبة لنا لام السين بتساوي 3 بتساوي 1 على 64 وهيك احنا اوجدنا احتمالية سين بتساوي 3 بتبقى علينا تعويضها في هذا الجدول وهيك احنا منكون اوجدنا جدول التوزيع الاحتمالي باستخدام قانون توزيع ذو الحدين السؤال بيكون بيحكي لنا سين متغير عشوائي ذو حدين وبعطينا معاملاته وبطلب مننا جدول التوزيع الاحتمالي منحله باستخدام قانون توزيع ذو الحدين فحفظ قانون توزيع ذو الحدين جدا مهم نحفظه عشان نقدر نطبق عليه ونحل الاسئلة نيجي على سؤال رقم 2 بيحكي لنا اذا كان سين متغير عشوائي ذو حدين معاملات نون قيمته 4 1000 بتساوي 2 على 3 جد لام السين بتساوي 0 بداية نيجي نحكي هاي نون معطيني اياها بالسؤال 4 1000 معطيني اياها 2 على 3 عشان اقدر استخدم قانون توزيع ذو الحدين اللي هو لام السين بتساوي را نون فوق را 1000 قو را 1 ناقص 1000 قو نون ناقص را هاذ بالنسبة انه قانون التوزيع ذو الحدين بدنا نوجد الواحد ناقص 1000 زي ما حكينا 2 ناقص 3 سالب 1 بخذها اشارة موجبة هاي 1 على المقام نفسه وهيك انا وجدت الواحد ناقص 1000 هسنا نوجد المطلوب فرع 1000 اللي هو لام السين بتساوي سفر كل اللي علي اعمله اعوض في القانون فمنيجي منحكي بتساوي نون فوق را 4 فوق السفر ضرب 1000 اللي هي قيمتها 2 على 3 قو را اللي هي السفر ضرب 1 ناقص 1000 اللي هي 1 على 3 قو نون ناقص را 4 ناقص سفر وتساوي 4 فوق السفر باستخدام قانون التوافيق هي عبارة عن 4 مضروب على 0 مضروب في 4 ناقص 4 مضروب ضرب اي عدد مرفوع للقوة سفر هو 1 ضرب 1 على 3 قوة 4 ناقص سفر هي عبارة عن الاربعة وتساوي بالنسبة لنا 4 مضروب على السفر مضروب 1 ضرب 4 ناقص 4 ناقص السفر هون لازم سفر 4 ناقص سفر بالنسبة لنا هي عبارة عن الاربعة مضروب ضرب 1 ضرب 1 قوة 4 هي عبارة عن الواحد على 3 قوة 4 81 بختصر 4 مضروب مع 4 مضروب فلامسين بتساوي سفر بالنسبة لنا 1 على 81 وثمانين وهيك احنا منكون اوجدنا لام السين بتساوي سفر باستخدام قانون توزيع ذي الحدين نيجي نشوف كيف بدنا نحل فرعبا بالنسبة لنا من هذا السؤال معطيني هون فرعبا بحكي لنا لام السين بتساوي ثلاث بداية نستخدم القانون اللي هو نون فوقرا نون معطينا اياها اربعة حكينا واحد ناقص الف بتساوي واحد على ثلاث يلا نعود في القانون عندي نون فوقرا نون قيمتها اربعة هاي اربعة فوق الثلاث ضرب الف بالنسبة لنا اثنين على ثلاث ضرب واحد ناقص الف واحد على ثلاث لكن اثنين على ثلاث الف قوة را اثنين على ثلاث قوة ثلاث واحد على ثلاث قوة اربعة ناقص ثلاث هاي هيك استخدمنا قانون توزيع ذي الحدين بتبقى علينا بس ايجاد النتج اربعة فوق الثلاث عبارة عن اربعة مضروب على ثلاث مضروب ضرب 4 ناقص 3 مضروب ضرب 2 تكعيب بالنسبة لي 8 3 تكعيب 27 ضرب 1 على 3 قوة 4 ناقص 3 1 وتساوي 4 مضروب 4 ضرب 3 مضروب على 3 مضروب ضرب 4 ناقص 3 هي عبارة عن 1 مضروب ضرب 8 على 27 ضرب 1 على 3 قوة 1 زي ما حكينا بنزل زي ما هو مرفوع للقوة 1 بختصر 3 مضروب مع 3 مضروب بتبقى عندي 4 على 1 مضروب قيمته 1 ضرب 8 على 27 ضرب 1 على 3 نضرب البسط في البسط والمقام في المقام 4 ضرب 8 32 ضرب 1 32 على 1 ضرب 27 27 ضرب 3 81 وهي بالنسبة لي لام السين بتساوي 3 اللي هو طالبها مني في السؤال وهيك احنا بنكون حلينا فرع نيجي على فرع جيم معطيني لام السين اكبر من او تساوي 3 هون انا عشان اقدر احلها بداية قيمة نون احنا بنعرف انه هي عبارة عن معطينا اياها في السؤال قيمتها 4 ألف بتساوي 2 على 3 الواحد ناقص ألف حكينا 1 على 3 هسه هون معطيني السين اكبر من او تساوي 4 لما يعطينا اشارات تباين اكبر او اصغر اول اشي بدي اعمله في الحل بدي افق قيم سين فباجي بحكي سين بالنسبة لي شو بتساوي بما انه نون 4 باجي بحكي السين 0 1 2 3 4 طيب انا بدي اوجد له لامسين اكبر من او تساوي 3 باجي بسأل حالي شو القيمة الاكبر من 3 اللي هي الاربعة معناته هي نفسها لامسين بتساوي 4 زائد مش في عندي هون اشارة مساواة معناته ايضا بدي اخذ الثلاث لانه بحكي لنا اكبر من او تساوي الثلاث القيمة الاكبر من ثلاث الاربعة القيمة بتساوي الثلاث اللي هي ثلاث نفسها فبالنسبة لنا لام السين أكبر من أو تساوي ثلاث هي عبارة عن لام السين بتساوي أربعة زائد لام السين بتساوي ثلاث بس بيظل علينا تطبيقهم في قانون توزيع ذا الحدين فبنيجي بنحكي أربعة فوق الأربعة اثنين على ثلاث قوة أربعة واحد على ثلاث قوة أربعة ناقص أربعة زائد أربعة فوق الثلاث اثنين على ثلاث قوة ثلاث واحد على ثلاث قوة أربعة ناقص ثلاث هون لامسين بتساوي 3 اوجدنا بالفرع باقي قيمته كانت بالنسبة لي 32 على 81 بتبقى علينا بس ايجاد القيمة الاولى 4 فوق ال4 هي عبارة عن 4 مضروب على 4 مضروب في 4 ناقص 4 مضروب ضرب 2 قوة 4 هي عبارة عن 16 على 3 قوة 4 بالنسبة لي 81 ضرب 1 على 3 قوة 4 ناقص 4 0 هون بختصر 4 مضروب مع 4 مضروب بتبقى عندي 1 على 4 ناقص 4 0 ومضروبه قيمته 1 ضرب 16 على 81 ضرب اي عدد مرفوع للقوة 0 حكيانا قيمته 1 زائد 32 على 81 الجواب بالنسبة لنا 16 على 81 زائد 32 على 81 الجواب بالنسبة لنا 48 على 81 وهكا احنا منكون اوجدنا احتمالية السين اكبر من او تساوي 3 نجي هون نكمل السؤال الثاني بفرع دال طالب مننا لام السين اصغر من 2 بالنسبة لنا قيم نون بتساوي 4 1000 ما اعطينا اياها بالسؤال 2 على 3 1 ناقص 1000 اللي اوجدناها 1 على 3 بما انه طالب مننا بفرع دال لام السين اصغر من 2 قيم سين زي ما احنا عارفين اللي هي اصغر من 2 لام السفر قيمته اوجدناه بالمطلوب فرع الف كان معنى قيمة لام السين بتساوي 0 1 على 81 80 زائد لام الواحد باستخدام قانون توزيع ذي الحدين نون فوق را عندي نون قيمتها 4 فوق الواحد 1000 اللي هي 2 على 3 قوة 1 ضرب 1 ناقص 1000 اللي هي 1 على 3 قوة 4 ناقص 1 وتساوي 1 على 81 زائد 4 فوق الواحد عبارة عن 4 مضروب على 1 مضروب في 4 ناقص 1 مضروب ضرب 2 على 3 قوة 1 زي ما هي ضرب 1 على 3 قوة 4 ناقص 1 بالنسبة ان قيمتها 3 فبتصير انه 1 على 81 زائد الاربع مضروب هي عبارة عن 4 ضرب 3 مضروب على الواحد مضروب قيمته 1 ضرب 4 ناقص 1 هاي 3 والمضروب ضرب 2 على 3 ضرب الواحد تكعيب 1 ثلاث تكعيب 27 منختصر الثلاث مضروب مع الثلاث مضروب هاي عندي 1 على 81 زائد بتبقى عندي 4 على 1 ضرب 2 على 3 ضرب 1 على 27 والاولويات بالنسبة ان العملية الضرب هاي 1 على 81 زائد 4 ضرب 2 8 1 ضرب 3 3 ضرب 27 81 هون بيظل علينا بس جمع هذول الكسرين فبالنسبة لي 1 زائد 8 هي عبارة عن 9 على 81 وهيك انا بكون اقدرت اوجد احتمالية سين اصغر من الاثنين باستخدام قانون توزيع ذو الحد نيجي هون على فرع على فرع ها معطينا لام السين اكبر من او تساوي سفر اصغر من الاثنين الفرع ها طالب مننا لام السين اكبر من او تساوي سفر اصغر من الاثنين زي ما حكينا قيم نون 4 ألف بتساوي 2 على ثلاث الواحد ناقص ألف بتساوي واحد على ثلاث لما قلنا يكون عندي اشارات اكبر او اصغر دكتب قيم سي هاي السفر الواحد الاثنين والثلاث والاربع شو القيم المحصورة بين السفر والاثنين اللي هي الواحد عند السفر فيه اشارة مساواة باخذها عند الاثنين فيش اشارة مساواة بدناش اياها معناته بالنسبة لنا لام السين اكبر من او تساوي سفر اصغر من اثنين هي عبارة عن لام السفر زائد لام الواحد بالنسبة لنا لام السفر اوجدناها قيمتها واحد على واحد وثمانين زائد لام الواحد اوجدناها في المثال اللي قبله اللي هي طلعت معنا ثمانية على واحد وثمانين فبالنسبة لنا الجواب ايضا رح يكون تسعة على واحد وثمانين لام السين اكبر من او تساوي سفر أصغر من 2 هي نفسها كانت لام السين أصغر من الاثنين نيجي على فرع واو يطالب مننا لام السين أكبر من 2 أصغر من أو تساوي 4 زي ما حكينا بدنا نوجد قيم سين فبالنسبة لقيم سين السفر الواحد الاثنين الثلاث الاربعة بدي أجي أحكي شو الأعداد المحصورة بين الاثنين والاربعة اللي هو الثلاث الاثنين عندها إشارة مساواة لا بدنا شي إياها طب الاربعة عندها إشارة مساواة موجود عندها إشارة مساواة فبالنسبة لام السين أكبر من 2 أصغر من أو تساوي 4 بتساوي لام الثلاث زي ما حكينا لام الأربعة نوجدها باستخدام قانون توزيع ذو الحدين لام الثلاث هي عبارة عن 4 فوق الثلاث ألف اللي هي قيمتها 2 على 3 قوة 3 1 ناقص ألف اللي هي 1 على 3 قوة 4 ناقص 3 هي زي ما حكينا لام الأربعة هي عبارة عن 4 فوق الأربعة ألف 2 على ثلاث قوة أربعة 1 ناقص ألف قوة أربعة ناقص أربعة يظل علينا فك القانون هذه أربعة مضروب على ثلاث مضروب في أربعة ناقص ثلاث مضروب ضرب 2 قوة ثلاث ثمانية 3 تكعيب 27 ضرب 1 على ثلاث قوة 4 ناقص ثلاث هذه الواحد زائد بالنسبة إلى 4 فوق ال4 هي عبارة عن 4 مضروب على 4 مضروب في 4 ناقص 4 مضروب ضرب 2 قوة 4 16 3 قوة 4 81 ضرب 1 على 3 قوة 4 ناقص 4 0 هون بس نفك ونختصر هاي 4 ضرب 3 مضروب على 3 مضروب ضرب 4 ناقص 3 اللي هي 1 مضروب ضرب 8 على 27 ضرب 1 على 3 قوة 1 قلنا أي عدد مرفوع للقوة 1 بظل زي ما هو هاي زائد 4 مضروب بختصرها مع الأربع مضروب بظل عندي 1 على 4 ناكس 4 سفر وهي إشارة المضروب ضرب 16 على 81 ضرب أي عدد مرفوع للقوة 0 حكينا قيمته 1 هون بنختصر 3 مضروب مع 3 مضروب 4 ضرب 8 32 على 27 ضرب 3 هي عبارة عن 81 زائد 1 على 0 مضروب اللي هي 1 على 1 ضرب 16 على 81 فبالنسبة لنا الجواب رح يكون 32 زائد 16 هو عبارة عن 48 على 81 وهي بيتمثل لنا الآن السين أكبر من 2 أصغر من أو تساوي 4 وهي كحنا قدرنا انحل سؤال رقم 2 بهاي الطرية كل هذا طبعا بيعتمد على حفظنا لقانون توزيع ذو الحدين وطريقة استخدامه من الأسئلة الأيضا مهمة على قانون توزيع ذو الحدين الأسئلة الكلامية نشوف إحنا كيف بدنا نحلها زي مثال رقم 3 في سؤال رقم 3 بيحكينا إذا كانت نسبة القطع المعيبة في إنتاج مصنع ما هي 10 بالمية النسبة دائما اللي بعطينا إياها هون بيتمثل لقيمة ألف فألف بالنسبة له هي عبارة عن 10 على 100 هاي النسبة اللي بعطينا إياها بالسؤال دائما بيتمثلي ألف فألف 10 على 100 بقدر أختصر السفر مع السفر من هون بقدر أجي أحكي أنه قيمة ألف بتساوي 1 على 10 طب قيمة ألف أوجدناها طب 1 ناقص ألف باجي أحكي 1 ناقص 10 هي سالب 9 من أخذها القيمة الموجبة على المقام نفسه هاي إحنا أوجدنا ألف و 1 ناقص ألف نكمل اختير عينة عشوائية مكونة من 5 قطع هاي العينة الخمس قطع هي بتمثلي قيم نون فبالنسبة لنا نون بتساوي 5 يلا من إنتاج هذا المصنع جد ما احتمال وجود قطعتين معيبتين في العينة يعني أنا بدي لام لاثنين ليش لام لاثنين كم قطعة معيبة بيحكينا فيه في السؤال بدي قطعتين ما احتمال وجود قطعتين معناته أنا بدي النسبة لي بدي أوجد لام لاثنين باستخدامنا لقانون توزيع ذي الحدين ما نيجي منحكي القانون نون فوق را ألف قوة را 1 ناقص ألف قوة نون ناقص را التعويض المباشر في السؤال يلا نون قيمتها 5 فوق را اللي هي الاثنين ألف حكينا 1 على 10 قوة 2 ضرب 1 ناقص ألف اللي هي 9 على 10 قوة 5 ناقص 2 5 فوق الاثنين بالنسبة لنا هي عبارة عن الخمسة مضروب على 2 مضروب ضرب 5 ناقص 2 مضروب ضرب الواحد على 10 تربيع بالنسبة لي هي عبارة عن الواحد على 100 الواحد تربيع واحد عشرة تربيع مية ضرب 9 على 10 الكل قوة 5 ناقص 2 ثلاث وبكملها بنفس طريقة وباستخدام القانون وبنوجد الناتج بطلع عندي احتمال وجود قطعتين معيبتين في العينة الموجودة عندي لو اجينا اطلعنا على فرعب ها بيحكينا ما احتمال وجود ثلاث قطع معيبه على الاقل يعني اقل ايش بديكون عندي ثلاث قطع معيبه طب انا عندي نون بتساوي خمسة على الاقل وجود ثلاث قطع معيبه معناته احتمال يكون поставIT الابدف الضرب ثلاث واما تكون اربعة واما تكون عندي خمس قطع معيبه انا بده اوجد احتمالهم فبالنسبة لي حلف الرعباء هو عبارة عن لام الثلاث زائد لام الأربعة زائد لام الخمسة ومنعوض في القانون عنا قيمة نون خمسة خمسة فوق الثلاث قيمة ألف زي ما حكينا الواحد على عشرة واحد ناقص ألف بتساوي تسعة على عشرة قيمة ألف واحد على عشرة قوة ثلاث واحد ناقص ألف تسعة على عشرة قوة خمسة ناقص ثلاث زائد لام الأربعة هاي خمسة فوق الاربعة واحد على عشرة قوة اربعة تسعة على عشرة قوة خمسة ناقص اربعة زائد بالنسبة انه لام الخمسة وعبارة عن خمسة فوق الخمسة واحد على عشرة قوة خمسة ضرب تسعة على عشرة قوة خمسة ناقص خمسة وإحنا هيك بهاي الحالة بقدر أوجد له احتمال وجود ثلاث قطعة معيبة على الأقل طبعا هون بس بستخدم القانون وبفكها وبوجد الناتج لو أجينا على فرع جيم فرع جيم بيحكي لنا عدم وجود أي قطعة معيبة في العينة ما يعني عدم وجود أي قطعة معيبة معناته القطعة المعيبة الموجودة عندها تكون سفر ما في ولا أي قطعة فبالنسبة لي بدي أوجد لام السين بتساوي سفر على القانون هاي خمسة فوق السفر واحد على عشرة قوة سفر بيظل عندنا الواحد ناقص ألف تسعة على عشرة قوة خمسة ناقص سفر وتساوي خمسة فوق السفر لخمسة مضروب على سفر مضروب في خمسة ناقص سفر مضروب ضرب واحد على عشرة قوة سفر واحد قلنا أي عدد مرفوع للقوة سفر قيمته واحد ضرب تسعة على عشرة قوة خمسة وبفكها وبطلع معي جواب فرع جيم لو أجينا على فرع دال بيحكي لنا بفرع دال طالب مني ما احتمال وجود أربع قطعة صالحة في العينة فرع دال ما احتمال وجود أربع قطعة صالحة في العينة بالنسبة لنا وجود أربع قطعة صالحة من أصل خمسة معناته في عندي قطعة معيبة وحدة معناته عشان أعرف احتمالية وجود أربع قطعة صالحة بدي أعرف احتمالية وجود القطعة الوحيدة المعيبة فبالنسبة لي لأنه هون بقلنا العينة العشوائية خمس قطعة ومعطينا نسبة القطعة المعيبة بالنسبة لنا في السؤال معناته احتمالية وجود اربع قطع صالحة هي نفسه احتمالية وجود قطع معيبة واحدة فباجي بحكي لام الواحد بتساوي خمسة فوق الواحد الف اللي هي واحد على عشرة قوة واحد ضرب تسعة على عشرة قوة خمسة ناقص واحد بفقها القانون وبوجد لام الواحد هي بتمثل لاحتمال وجود اربع قطع صالحة في العينة معنا وجود أربع قطع صالحة معناته عندي قطعة معي بواحدة فبوجد له لام الواحد وبكون هو احتمال وجود أربع قطع صالحة موجودة عندي في هاي العين وهيك احنا طبعا بنكون حلينا سؤال رقم ثلاث نجعلنا هون على سؤال رقم أربعة بحكي لنا يتم رصد الطيار الكهربائي لمدة ست أيام إذا كان احتمال انقطاعه اثنين بالعشرة ما احتمال انقطاع التيار الكهربائي في يومين فقط هون أهم إشي في هذا النوع من الأسئلة أعرف قيمة نون وألف بقول لي رصد الطيار الكهربائي بيستمر لمدة ست أيام فبالنسبة لي قيمة نون بتساوي ستة احتمال انقطاعه هي عبارة عن ألف اثنين بالعشرة هاي اثنين على عشرة بظل علي مين أوجد الواحد ناقص ألف باجي بحكي واحد ناقص ألف اثنين ناقص عشرة سالب ثمانية وقلنا ما اخذ قيمتها بالموجة وهي ثمانية على المقام نفسه عشرة أنا بدي احتمال انقطاع التيار الكهربائي في يومين فقط معناته كأنه بقول لي وجد لي لام لثنين لام لثنين عشان أوجدها بدي أستخدم قانون توزيع ذي الحدين فبنيجي منحكي ستة فوق الاثنين ضرب ألف الاثنين على عشرة قوة اثنين ضرب واحد ناقص ألف ثمانية على عشرة قوة ستة ناقص اثنين وبهاي الطريقة احنا منكون قدرنا نحل هذا السؤال بتبقى عليكم بس فك هاي باستخدام قانون التوافق وضربها بالقيمتين الموجودات عندنا لو اجينا على سؤال خمسة بحكينا اذا كان احتمال نجاح زراعة شجرة التفاح في منطقة عجلون هو سبعة بالعشرة اذا زرع مزارع ثلاث شجرات في بيته ما احتمال نجاح زراعتها جميعا باجي بحكي احتمال نجاح زراعة شجرة التفاح سبعة بالعشرة فبالنسبة لي قيمة ألف بتساوي سبعة بالعشرة هي نفسها سبعة على عشرة وقلنا لما اوجد قيمة ألف على طول واحد ناقص ألف بتساوي سبعة ناقص عشرة بالنسبة لي سالب ثلاث بناخذ القيمة الموجبة هي ثلاث على عشرة هي الواحد ناقص ألف بقول لي زرع المزارع ثلاث شجرات هاي الثلاث بتمثل لي قيم نون هاي نون بتساوي ثلاث بقول لي زرع المزارع ثلاث شجرات في بيته ما احتمال نجاح زراعتها جميعا ايش يعني احتمال نجاح زراعتها جميعا يعني احتمال نجاح زراعة الثلاث شجرات كأنه بقول لي بدي لامي الثلاث عندي ثلاث شجرات بدي احتمال نجاحها كلها وتساوي باستخدام قانون توزيع ذي الحدين نيجي بنحكي نون قيمتها ثلاث ثلاث فوق الثلاث ألف سبعة على عشرة قوة ثلاث ضرب واحد ناقص ألف ثلاث على عشرة قوة ثلاث ناقص ثلاث بتبقى علينا بس إني أفوق باستخدام قانون توفيق أوجد السبعة تكعيب والعشرة تكعيب ونضربها ضرب ثلاث على عشرة قوة سفر اللي هي قيمتها واحد وهيك إحنا قدرنا نحل هاي المسألة في سؤال الرقم ستة بحكي لنا غرسها مزارع سبع شتلات كان احتمال نجاح غرس الشتل الواحد هو ستين بالمية النسبة قلنا دائما البعطين إياها بتمثل لي قيمة ألف فألف بالنسبة إلي ستين على مية ستين بالمية هايها ستين على مية بقدر أبصتها سفر مع سفر ألف بالنسبة إلي ستة على عشرة أوجدت احتمال ألف بدي أوجد الواحد ناقص ألف وتسين ستة ناقص عشرة سالب أربعة بكتبها أربعة على المقام نفسه عشرة هاي الواحد ناقص ألف بقول لي أصلا المزارع غرس سبع شتلات هاي السبع بتمثل لي قيمة نون اللي هي عدد الشتلات اللي المزارع زرحه ما احتمال نجاح غرس ثلاث شتلات على الأقل نجاح ثلاث شتلات على الأقل يعني بالنسبة لي يمكن ينجحوا ثلاث ممكن أربع ينجحوا وممكن خمسة وممكن ستة وممكن السبعة أقل إشي بدي ينجح ثلاث معناته ممكن ينجح لثلاث وممكن أربعة وممكن خمسة وممكن ستة وممكن سبعة فبالنسبة لنا بكون الحل هو عبارة عن لام الثلاث زائد لام الأربعة زائد لام الخمسة زائد لام الستة زائد لام السبعة بالنسبة لنا طبعا عشان أقدر أحلها بدي أستخدم قانون توزيع ذو الحدين نشوف كيف يلا نجي منحكي قيمة نون سبعة نون بالنسبة انها بتساوي سبعة ألف قيمتها ستة على عشرة الواحد ناقص ألف بتساوي أربعة على عشرة بده احتمال نجاح غرس ثلاثة شتلات على الأقل زي ما حكينا يعني احتمال ينجحوا ثلاث احتمال أربعة احتمال خمسة احتمال ستة واحتمال ينجحوا السبعة شتلات فهي عبارة عن لام الثلاث زائد لام الأربعة زائد لام الخمسة زائد لام الستة زائد لام السبعة يلا لام الثلاث باستخدام قانون توزيع ذو الحدين سبعة فوق الثلاث ستة على عشرة اللي هي ألف قوة ثلاث ضرب أربعة على عشرة اللي هي واحد ناقص ألف قوة سبعة ناقص ثلاث هاي بالنسبة لنا لام الثلاث زائد لام الأربعة سبعة فوق الأربعة ضرب ستة على عشرة قوة أربعة ضرب بالنسبة لي أربعة على عشرة قوة أربعة زائد ننوجد لام الخمسة لام الخمسة بالنسبة لنا سبعة فوق الخمسة ضرب ستة على عشرة قوة خمسة ضرب أربعة على عشرة قوة سبعة ناقص خمسة زائد لام الستة هي عبارة عن سبعة فوق الستة ضرب ألف اللي هي ستة على عشرة قوة ستة ضرب واحد ناقص ألف أربعة على عشرة قوة سبعة ناقص ستة أيضا زائد سبعة احتمالية السبعة اللي هي سبعة فوق السبعة ضرب ستة على عشرة قوة سبعة ضرب بالنسبة لنا عشرة أربعة على عشرة قوة سبعة ناقص سبعة وبوجد احتمالاتهم وبطلع معي احتمال نجاح غرس ثلاث شتلات على الأقل وهيك احنا بنكوني قدرنا نحل هاي المسألة نيجي على سؤال رقم سبعة بحكينا قررت إحدى الشركات الصناعية رفض أي شحن من المواد التي تشتريها من مورد ما إذا وجدت وحدتان معيبتان أو أكثر يعني إذا كان عندي وحدتان فيهم عيب مصنعي أنا بدي إيش أرفض هاي أرفض هاي الشحنة في عينة عشوائية مكونة من سبعة وحدة معطينا هون السبعة هاي بتمثلي العينة فباجي بحكي بالنسبة إنا قيمة نون بتساوي سبعة بقولي إذا كانت نسبة العيب في إنتاج تلك الشركة عشرة بالمية قلنا دائما النسبة اللي بعطينا إياها يعيب عراء عن ألف هاي ألف عشرة على مية بقدر أبسطها أقتصر سفر مع سفر ألف بالنسبة إنا واحد على عشرة طيب كيف ننوجد واحد ناقص ألف هاي واحد ناقص ألف واحد ناقص عشرة اللي هي سالب تسعة حكينا بكتبها بالقيمة الموجبة تسعة على المقام نفسه عشرة هاي أوجدت نون ألف واحد ناقص ألف بقولنا ما احتمال بداية بدي يرفض الشحنة نجي نشوف كيف بدنا نحلها بالنسبة إنا زي ما حكينا نون بتساوي سبعة بالنسبة إلي ألف بتساوي واحد على عشرة الواحد ناقص ألف بتساوي تسعة على عشرة بقول لي رفضي الشحنة بداية لو اطلعنا على السؤال بقولنا أنه بترفض هاي هون رفضي الشحنة هاي الشركة بترفض الشحنة إذا كانت عندي وحدتين معيبتين أو أكثر يعني إذا كان عندي وحدتين معيبت من أصل السبعة أنا بدي أرفض الشحنة طيب يش يعني أو أكثر يعني إذا كان عندي أيضا ثلاث وحدات معيبت إذا كان عندي أيضا أربع وحدات إذا كان عندي خمس وحدات وإذا كان ستة وإذا كان كل الوحدات فيهم عيب مصنعي أنا بدي أرفض هاي الشحنة معناته بالنسبة إنا احتمالية الرفض اللي هو فرع ألف رفض الشحنة هو عبارة عن لام الاثنين زائد لام الثلاث زائد لام الأربعة زائد لام الخمسة زائد لام الستة زائد لام السبعة طب هون الكل بدو يجي يحكيلي انا بدي اوجد كل هذول واعود فيهم قانون توزيع ذو الحدين صار الحل بالنسبة انه كثير طويل طب ما في طريقة ثانية اقدر احلها لا في طريقة ثانية نشوف كيف بالنسبة انه قيم سين زي ما حكينا كيف بقدر اوجدها هي عبارة عن السفر الواحد بظل اعد للسبعة الاثنين الثلاث الاربعة الخمسة الستة السبعة طب احتمال اللام الاثنين ولام الثلاث ولام الاربعة والخمسة والستة والسبعة يعني انا بدي اوجد احتمالات من الاثنين للسبعة بدل ما اوجد كل هاي الاحتمالات باجي باكتب قانوني كثير بسيط هو عبارة عن واحد ناقص ايش الاحتمالات اللي ظلت عندي من قيم سين السفر والواحد هو عبارة عن واحد ناقص لام السفر زائد لام الواحد يعني انا بقدر اوجد لام السفر ولام الواحد والناتج اجمعه اطرحه من الواحد وهيك انا بقدر اوجد احتمالية رفض الشحنة زي ما حكينا منرجع من عيد ومنكرر بدل ما اكتب لام الاثنين لام الثلاث لام الاربعة الخمس الستة السبعة واستخدم لكل واحدة فيهم قانون توزيع ذي الحدين انا بقدر اكتب له قيم سين اللي هي من السفر للسبعة هو طالب احتمالية من الاثنين للسبعة القانون اللي بقدر اكتب هو عبارة عن واحد ناقص القيم المش مشمولة المشمول المش مشمول بالنسبة لي هم السفر والواحد معناته بتصير عندي واحد ناقص لام السفر زائد لام الواحد نستخدم قانون التوزيع ذي الحدين هاي بتصير عندي واحد ناقص احتمالية السفر باجي بحكي سبعة فوق السفر ضرب ألف اللي هي واحد على عشرة قوة سفر ضرب بالنسبة لنا واحد ناقص ألف تسعة على عشرة قوة سبعة ناقص سفر زائد احتمال الواحد سبعة فوق الواحد واحد على عشرة قوة واحد 9 على 10 قوة 7 ناقص 1 وهيك بالنسبة لنا صار السؤال أسهل بالنسبة لي في الحل بدل ما أكتبت قانون توزيع ذو الحدين 6 مرات أنا كتبته فقط مرتين من حل هاي المسألة ومنوجد له احتمالية رفض هاي الشحنة نيجي على فرع بامن المطلوب بحكيلي ما احتمال قبول هاي الشحنة ايش عن احتمال قبولها بقول لي هو برفض الشحنة اذا كانت نسبة القطع المعيبة في هاي الشحنة ثنتين واكثر طب متى ما برفضها اذا ما كان عندي ولا قطعة معيبة او اذا كان عندي قطعة واحدة طب اذا كان عندي قطعتين طبعا بدي رفض الشحنة لانه في السؤال بحكيلي برفض الشحنة اللي بتشتريها الشركة اذا وجدت وحدتان معيبتان واكثر يعني اذا كانوا عدد الوحدات المعيبة ثنتين او اكثر انا بدي ارفض الشحنة طب متى انا بقبل الشحنة إذا ما كان فيها ولا وحدة معيبة وهي معنى الصفر وإذا كان عندي موجود وحدة معيبة واحدة فقط بهاي الحالة أنا بيصير عندي قبول للشحنة باجي بحكي الحل بالنسبة لنا لام الصفر زائد لام الواحد باستخدام قانون توزيع ذو الحدين بنجي بنحكي سبعة فوق الصفر واحد على عشرة قوة صفر تسعة على عشرة قوة سبعة ناقص صفر زائد لام الواحد هي عبارة عن سبعة فوق الواحد واحد على عشرة قوة واحد تسعة على عشرة قوة سبعة ناقص واحد ممكن حد يجي يسألني هيك صفت عندنا المسألة فيش فيها فرق بين رفض الشحنة وقبول الشحنة لما استخدمنا القانون الثاني لكن هون في القانون قلنا واحد ناقص لام السفر زائد لام الواحد قبول الشحنة زي ما حكينا هذا بيعني ان الشحنة ما فيها اي قطعة معيبة او وجود قطعة واحدة فقط اذا كانوا ثنتين وبهاي الحال الشركي بده ترفض لهاي الشحنة فباجي بحكي لام السفر زائد لام الواحد من فوق قانون توزيع ذا الحدين ومن وجد القيمة نيجي هون على سؤال رقم ثمانية بحكينا طائرة بها ثلاث ثلاث محركات من نوع واحد تعمل بشكل مستقل اذا كان احتمال تعطل المحرك خلال الفين ساعة طيران هي عشرين بالمية قلنا النسبة اللي بتكون معطينا اياها بالسؤال بالنسبة اللي هي قيمة الف هاي عشرين على مية باختصر السفر مع السفر الف بالنسبة لنا اثنين على عشرة هاي انا هيك اوجدت قيمة الف بقولي اذا دل المتغير العشوائسين على عدد المحركات التي يصيبها العطل كون الجدول التوزيع الاحتمالي المتغير العشوائسين بيدل على عدد المحركات الممكن يصيبها العطل باجي بحكي الطائرة كم محرك موجود عندي بحكينا فيها ثلاث محركات معناته بالنسبة انه نون بتساوي ثلاث هاي عندي نون وهاي عندي ألف واحد ناقص ألف بالنسبة انه باجي بحكي هو عبارة عن اثنين ناقص عشرة سالب ثمانية باخذها بالموجب على المقام نفسه بدنا نكون جدول التوزيع الاحتمالي نيجي نحكي هاي سؤال رقم ثمانية قلنا قيمة نون ثلاث ألف بالنسبة انه اثنين على عشرة الواحد ناقص ألف ثمانية على عشرة طالب مننا كون جدول التوزيع الاحتمالي طيب قلنا عشان اكون جدول التوزيع الاحتمالي لابد من ايجاد قيم سين فبنيجي منحكي سين بالنسبة انه هي عبارة عن السفر الواحد الاثنين لآخر قيمة لنون اللي هي الثلاث بوقف عندي الثلاث باجي بحكي عشان اكون جدول التوزيع الاحتمالي بلزمني قيم سين واحتمال لكل قيمة كل لام السين هاي بالنسبة اننا السفر هاي الواحد وهي الاثنين وهي الثلاث بداية بدنا نوجد لام السفر يلا باستخدام قانون توزيع ذو الحدين لام السفر وتساوي هي عبارة عن نون فوق را نرجع نكتب قانون توزيع ذو الحدين ألف قوة را واحد ناقص ألف قوة نون ناقص را معطينا نون ورا هون را بالنسبة اننا السفر نون بالنسبة لقيمتها ثلاث هاي باجي بحكي ثلاث فوق السفر ضرب ألف قوة را ألف اللي هي ثنين على عشرة هاي ثنين على عشرة قوة را اللي هي سفر ضرب واحد ناقص ألف ثمانية على عشرة قوة نون ناقص را ثلاث ناقص سفر فبتصير عنا ثلاث فوق السفر هي عبارة عن الثلاثة مضروب على سفر مضروب في ثلاثة ناقص ثلاث مضروب ضرب اثنين على عشرة قوة سفر قلنا اي عدد مرفوع للقوة سفر قيمته واحد ضرب ثمانية على عشرة قوة ثلاثة ناقص سفر هي عبارة عن الثلاثة هون ثلاثة ناقص سفر فبالنسبة لنا بتصير ثلاثة مضروب السفر مضروب قيمته واحد ضرب ثلاثة ناقص سفر هي عبارة عن ثلاث مضروب ضرب واحد ضرب الثمانية قوة ثلاث يعني ثمانية ضرب ثمانية ضرب ثمانية ثمانية ضرب ثمانية أربعة وستين ضرب ثمانية ثمانية ضرب أربعة اثنين وثلاثين ثمانية ضرب ستة ثمانية وأربعين وثلاث واحد وخمسين فالجواب هو عبارة عن خمسمية واثناش على العشرة تكعيب هو عبارة عن الألف انكمل حلنا بختصر ثلاث مضروب مع ثلاث مضروب فبالنسبة انه هون بتبقى واحد واحد ضرب واحد 1 ضرب 512 على 1000 الجواب 512 على 1000 فبالنسبة لنا السفر احتماله طلع معنا 512 على 1000 هس اننا نوجد احتمال الواحد نجي نحكي لام الواحد وتساوي نون فوق الرابي استخدام القانون نون قيمتها 3 3 فوق الواحد بالنسبة لي 2 على 10 قوة 1 8 على 10 قوة 3 ناقص 1 3 فوق الواحد 3 مضروب على 1 مضروب في 3 ناقص 1 مضروب ضرب 2 على 10 قوة 1 2 على 10 ضرب 8 على 10 3 ناقص 1 هي عبارة عن الاثنين وتساوي الثلاث مضروب هي عبارة عن 3 ضرب 2 مضروب على الواحد مضروب 1 ضرب 3 ناقص 1 2 مضروب ضرب 2 على 10 ضرب الثمانية تربيع 64 العشرة تربيع هو عبارة عن المية بنختصر اثنين مضروب مع اثنين مضروب بتبقى عنا ثلاث ضرب اثنين على عشرة ضرب اربعة وستين على مية باجي بحكي الثلاث مقامها واحد ثلاث ضرب اثنين ستة ستة ضرب اربعة وستين ثلاثمية واربعة وثمانين على واحد ضرب عشرة عشرة ضرب مية هو عبارة عن الف فبالنسبة لنا لما كانت سين واحد احتمالها طلع معنا ثلاثمية واربعة وثمانين على الف هس اننا نوجد لام لاثنين لامل 2 وتساوي 3 فوق الاثنين 2 على 10 تربيع في 8 على 10 قوة 3 ناقص 2 3 فوق الاثنين هي عبارة عن 3 مضروب على 2 مضروب ضرب 3 ناقص 2 مضروب ضرب 2 تربيع 4 10 تربيع 100 ضرب 8 على 10 قوة 3 ناقص 2 قيمتها بالنسبة إنها 1 وتساوي 3 ضرب 2 مضروب على 2 مضروب ضرب 3 ناقص 2 هي عبارة عن الواحد ضرب 4 على 100 ضرب 8 على 10 بختصر 2 مضروب مع 2 مضروب 3 ضرب 4 بالنسبة إلي 12 ضرب 8 هي عبارة عن 6 90 على 100 ضرب 10 ألف فبالنسبة إنها لامل 2 عبارة عن 96 على ألف وهيك أنا أوجدت احتمال لما يكون عندي قيمة 90 بتساوي 2 ظل عندنا نوجد احتمال الثلاث منيجي بنحكي هون هي لامل الثلاث وتساوي هي عبارة عن 3 فوق الثلاث بعدين منيجي بنحكي 2 على 10 تكعيب ضرب 8 على 10 قوة 3 ناقص 3 3 فوق الثلاث هي عبارة عن 3 مضروب على 3 مضروب في 3 ناقص 3 مضروب ضرب 2 تكعيب 8 10 تكعيب عبارة عن الألف ضرب 8 على 10 قوة 3 ناقص 3 صفر بختصر 3 مضروب مع 3 مضروب بتبقى عندنا 1 على 3 ناقص 3 صفر مضروب اللي هو قيمته 1 ضرب 8 على 1000 ضرب 8 على 10 قوة 0 قيمته 1 وبالنسبة اننا لامل الثلاث بتساوي 8 على 1000 فبالنسبة لي لما كانت قيمة 20 بتساوي 3 احتمالها طلع معنا 8 على 1000 وبهاي الطريقة انا قدرت اوجد جدول التوزيع الاحتمالي وطبعا هذا السؤال بالنسبة انه جدا جدا مهم نرجع نعيد كم شغلة موجودة عمعنا في هذا السؤال بقولنا طائرة بها 3 محركات من نوع 1 بتعمل بشكل مستقل احتمال تعطل المحرك خلال 2000 ساعة طيران طبعا عدد ساعات الطيران ما بتهمني في السؤال بقولي احتمال التعطل 20% قلنا اي نسبة بعطيني اياها في السؤال هي بتدللي على قيمة 1000 ف20 على 100 قلنا 1000 هي 2 على 10 اول ما اوجد قيمة 1000 بوجد 1 ناقص 1000 تلعتمع 8 على 10 قلنا بما انه الطائرة فيها 3 محركات بالنسبة انه قيمة 2 بتساوي 3 وعشان نكون جدول التوزيع الاحتمالي زي ما حكينا اول خطوة بعملها ايجاد قيم سين ليه السفر 1 وال2 والثلاث ومنعمل جدول بيحتوي على سين ولامسين هي السفر والواحد والاثنين والثلاث وبوجد قيم لامسين باستخدام قانون توزيع ذو الحدين وهيك احنا بنكون خلصنا افكار اللي بقدر اللي بعطيني في السؤال فيها قيمة 1000 ونو بظل عنا فكرة اخيرة هسا بنشوف كيف رح نحل لما تكون بالنسبة الي قيمة 1000 مجهولة نيجي هون عاخر فكرة في درسنا اللي هو لما يحكي لي بتكون 1000 بالنسبة انه مش موجودة في السؤال لو اجينا شفنا كيف بيجي السؤال وكيف احنا بدنا نوجد من خلال نص السؤال قيمة 1000 في المثال الاول بقول لي عند رمي حجر نرد اربع مرات متتالية تمام بالنسبة انه عدد الرميات هاي بتمثلي نون فباجي بحكي نون بتساوي اربع معناته زي ما حكينا عدد الرميات هي عبارة عن نون ما احتمال ظهور العدد اثنين في ثلاث رميات يعني انا بدي العدد الاثنين يطلع في ثلاث رميات في كم رمية بدي؟ في ثلاث معناته انا بدي اوجد له لام الثلاث معنى احتمال ظهور العدد اثنين في ثلاث رميات انا بدي اوجد له لام الثلاث تمام هاي لام الثلاث انا هون بدي اوجد له قيمة 1000 بالنسبة انه اوميغا اللي هي عناصر الفضاء العيني لتجربة رمي حجر نرد هي عبارة رح يطلع لي العناصر واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة باجي بسأل حالي الرقم اثنين كم مرة ممكن يظهر في التجربة هاي مرة فبالنسبة انه قيمة 1000 رح تكون عبارة عن واحد على ستة العنصر اثنين هو عبارة عن عناصر من اصل ستة عناصر من مجموعة اوميغا وهيك انا قدرت اوجد قيمة 1000 بيظل علي اوجد الواحد ناقص 1000 واحد ناقص ستة زي ما حكينا سالب خمسة وباخذها بالموجب هاي خمسة على ستة وهيك انا قدرت اوجد قيمة 1000 من نص السؤال نرجع نعيد بقول لي عند رمي حجر نرد اربع مرات متتالية عدد الرميات هو بيكون بالنسبة انه قيمة نون هاي نون بتساوي اربعة ما احتمال ظهور العدد اثنين في ثلاث رميات بده احتمال الظهور في ثلاث رميات كانه بقول لي وجد لي لام الثلاث كانه لام الثلاث هي المطلوبة منا في هذا السؤال قلنا الف كيف بده وجدها بكتب عناصر الفضاء العيني لتجربة رمي حجر نرد رح يطلع عندي الاعداد واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة العدد اثنين شو احتماليته هو واحد من اصل ستة احتمالات هاي واحد في الشيء اللي عندي عدد اثنين واحد من اصل عدد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة من اصل ستة خيارات ممكن تطلع معي وهيك انا قدرت اوجد الف واحد ناقص الف اللي بتبقى علينا في هذا السؤال فقط التعويض باستخدام قانون ذو الحدين نشوف كيف زي ما حكينا قيمة نون بالنسبة انها بتساوي أربعة ألف اوجدناها واحد على ستة واحد ناقص ألف هي عبارة عن الخمسة على ستة بظل علينا اوجد له لام الثلاث لانه بده احتمال الظهور في ثلاث رميات كأنه بقول لي لام الثلاث منيجي بنحكي باستخدام قانون توزيع ذو الحدين أربعة فوق الثلاث ضرب ألف واحد على ستة قوة ثلاث ضرب واحد ناقص ألف خمسة على ستة قوة أربعة ناقص ثلاث يلا أربعة فوق الثلاث هي عبارة عن أربعة مضروب على ثلاثة مضروب في أربعة ناقص ثلاث مضروب ضرب واحد على ستة تكعيب الواحد تكعيب واحد الستة قوة ثلاث عبارة عن المتين وستعشر ضرب خمسة على ستة قوة أربعة ناقص ثلاث اللي هي واحد هس هون نفكها أربعة ضرب ثلاثة مضروب على ثلاث مضروب ضرب أربع ناقص ثلاث واحد وهي المضروب بختصر ثلاث مضروب مع ثلاث مضروب ضرب واحد على 216 ضرب خمسة على ستة قوة واحد خمسة على ستة بالنسبة لي وتساوي أربع ضرب واحد أربع ضرب خمسة هي عبارة عن العشرين على 216 ضرب ستة نوجد حاصل ضربها هاي 216 ضرب ستة ستة ضرب ستة ستة وثلاثين ستة ضرب واحد ستة وثلاث هاي تسعة ستة ضرب اثنين اتناعش فالجواب بالنسبة إنا لام الثلاث هو عبارة عن عشرين على ألف ومتين وستة وتسعين وهاي هي بالنسبة إنا قدرت أوجد له احتمال ظهور العدد اثنين في ثلاث رميات نيجي على السؤال الثاني بقول لي عند رمي حجر نرد أربع مرات متتالية زي ما حكينا عدد الرميات بمثل لي قيمة نون فبالنسبة إلي نون بتساوي أربعة بقول لي ما احتمال ظهور عدد فردي في ثلاث رميات بده احتمال ثلاث رميات كأنه بقول لي وجد لي لام الثلاث هاي هي بالنسبة إلي المطلوبة في السؤال بقولنا ما احتمال ظهور عدد فردي عشان أوجد قيمة ألف بدي أكتب عناصر أميجا اللي هم واحد اثنين ثلاث أربع خمس ستة اللي هي العناصر حجر النار الأعداد الفردية اللي موجودة عندي الواحد بحكي له عدد فردي والثلاث عدد فردي والخمس عدد فردي معناته بالنسبة إلي عشان أقدر أكتب ألف هي عبارة عن الأعداد الفردية من عناصر أميجا باجي بحكي كم عدد فردي عنا هاي عدد اثنين ثلاث مناته عندي ثلاث أعداد من أصل واحد اثنين ثلاث أربع خمس ستة من أصل ستة وبقدر أختصر الثلاث مع الستة فبالنسبة إلي قيمة ألف هي عبارة عن نص طب بدي أوجد الواحد ناقص ألف واحد ناقص ثلاث سالب واحد قلنا بكتبها في الموجب هاي واحد على اثنين وهيك أنا قدرت أوجد قيمة ألف قيمة نون بالنسبة إلينا أربعة ألف اللي هي عبارة عن نص الواحد ناقص ألف أيضا نص بده احتمال ظهور عدد فردي في ثلاث رميات يعني لامي الثلاث باجي بحكي أربعة فوق الثلاث ضرب نص قوة ثلاث ضرب نص قوة ثلاث ايه قوة أربعة ناقص ثلاث فبتصير عنه أربعة مضروب على ثلاث مضروب في أربعة ناقص ثلاث مضروب ضرب واحد قوة ثلاث واحد اثنين قوة ثلاث عبارة عن ثمانية ضرب نص قوة أربعة ناقص ثلاث واحد الأربعة مضروب أربعة ضرب ثلاث مضروب على ثلاث مضروب ضرب أربعة ناقص ثلاث قيمتها بالنسبة إنها واحد ضرب واحد على ثمانية ضرب النص قوة واحد هاي نص ثلاث مضروب بختصيرها مع ثلاث مضروب بظلعنا أربعة على واحد ضرب واحد على ثمانية ضرب واحد على ثنين أربعة ضرب واحد وأربعة ضرب أربعة أربعة واحد ضرب ثمانية ثمانية ضرب اثنين ستعاش فاحتمالية ظهور عدد فردي في ثلاث رميات هو عبارة عن أربعة على ستعاش وهيك إحنا بنكون نقدرنا نحل سؤال بالرغم إنه قيمة ألف مش معطينا إياها في هاي المسألة نيجي على سؤال رقم ثلاث طالب مننا في سؤال رقم ثلاث عند رمي حجر نرد أربع مرات متتالية ما احتمال ظهور عدد أكبر من الأربعة في ثلاث رميات طيب أنا بالنسبة لي عدد الرميات بقول لي حجر نرد بدي أرميه أربع مرات متتالية أربع مرات متتالية حكي أنا هاي بتمثل لنا قيمة نون نون بالنسبة لي أربعة بديوا الاحتمال في ثلاث رميات بقول لي وجدي لام الثلاث بديوا الاحتمال في رميتين لام الثنين الاحتمال في أربع رميات لام الأربعة تمام هاي بالنسبة لنا اللي احنا بدنا نوجدها في السؤال عشان اعرف ايش هي الاعداد الاكبر من اربعة بدي اكتب عناصر اوميغا هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة الف الف هي عبارة عن الاعداد الاكبر من اربعة من مجموعة اوميغا باجي بحكي الاعداد الاكبر من اربعة اللي هم الخمسة والستة معناته عندي عددين اكبر من اربعة من اصل ستة اعداد معناته الف هي عبارة عن اثنين على ستة بقدر ابستها فبالنسبة انه الف واحد على ثلاث طب انا بدي اوجد واحد ناقص الف عبارة عن واحد ناقص ثلاث سالب اثنين ومناخذها بالقيمة الموجبة هاي اثنين على ثلاث نوجد لام الثلاث اللي هو احتمال ظهور عدد اكبر من الاربعة في ثلاث رميات بالنسبة انه نون قيمتها اربعة الف واحد على ثلاث واحد ناقص الف اثنين على ثلاث هو طالب مني في السؤال لام الثلاث باستخدام قانون توزيع ذو الحدين باجي بحكي اربعة فوق الثلاث واحد على ثلاث قوة ثلاث ضرب اثنين على ثلاث قوة اربعة ناقص ثلاث اربعة فوق الثلاث اوجدناها في الفرع بالمسألة رقم واحد ورقم اثنين جوابها اربعة باستخدام قانون التوافيق واحد على ثلاث قوة ثلاث واحد تكعيب واحد ثلاث تكعيب عبارة عن سبعة وعشرين ضرب اثنين على ثلاث قوة واحد وتساوي اربعة ضرب واحد على سبعة وعشرين ضرب اثنين على ثلاث اربع ضرب واحد اربع ضرب اثنين ثمانية سبع وعشرين ضرب ثلاث واحد وثمانين معناته بالنسبة ان احتمال ظهور عدد اكبر من الاربع في ثلاث رميات بمثلي الثمانية على واحد وثمانين نجي نشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم اربعة سؤال رقم اربعة بيحكينها في تجربة القاء قطعة نقد اربع مرات قلنا عدد الرميات بمثلي قيمة نون هاي نون بتساوي أربعة ما احتمال ظهور كتابة في رميتين بدي في رميتين معناته لام لثنين وزي ما حكينا بكتب أوميغا أوميغا لقطعة النقد إما صورة أو كتابة أنا بدي احتمال ظهور الكتابة معناته بالنسبة لنا ألف شو بتساوي الكتابة واحد من أصل عنصرين واحد ناقص ألف أيضا رح تكون نص وهيك أنا قدرت أوجد له ألف واحد ناقص ألف هسا بيظل علينا فقط التعويض في قانون توزيع ذو الحدي فمن يجي منحكي بالنسبة إنه قيمة نون بتساوي أربعة ألف نص واحد ناقص ألف أيضا نص بده احتمال ظهور الكتابة في رميتين حكينا معناها لام لثنين وتساوي أربعة فوق لثنين ألف اللي هي نص تربية واحد ناقص ألف نص قوة أربعة ناقص أثنين وتساوي بالنسبة إنه أربعة فوق لثنين أربعة مضروب اثنين مضروب ضرب أربعة ناقص اثنين مضروب ضرب واحد تربية واحد اثنين تربية أربعة ضرب نصم قوة أربعة ناقص اثنين بالنسبة إنهeau جوابها أثنين وتساوي أربعة مضروب هي عبارة عن أربعة ضرب ثلاث ضرب اثنين مضروب على 2 مضروب قيمته 2 ضرب 4 نقص 2 هي 2 مضروب ضرب 1 على 4 ضرب 1 تربيع 1 2 تربيع قيمته 4 بنختصر 2 مضروب مع 2 مضروب 2 مع 4 بتبقى عندي 2 2 ضرب 3 6 ضرب 1 على 4 ضرب 1 على 4 الجواب بالنسبة لنا 6 ضرب 1 6 ضرب 1 هي 6 4 ضرب 4 16 معناته بالنسبة لي احتمال ظهور كتابي في رميتين هو عبارة عن 6 على 16 وهكا انا بكون قدرت استخدم قانون توزيع ذو الحدين وقيمة ألف بالنسبة لنا مجهولة وإحنا اللي أوجدناها نيجي على سؤال 5 سؤال 5 بالنسبة لنا كثير مهم بحكيلي إذا دل المتغير العشوائسين على عدد الأطفال الذكور في تجربة اختيار عشوائية لعائلة لديها ثلاث أطفال هون باجي بحكي نون بيمثلي عدد الأطفال هاي نون بالنسبة لنا بتساوي ثلاث بقلنا وتسجيل النتائج حسب الجنس وتسلسل الولادة احتمال ولادة الطفل الذكرا يساوي احتمال ولادته وانثى اكتب جدول التوزيع الاحتمالي وزي ما حكينا عشان أقدر اكتب جدول التوزيع الاحتمالي لابد من إيجاد قيم سين قلنا هاي السفر الواحد الاثنين وبوقف عند آخر قيم اللي هي الثلاث هاي بالنسبة لقيم سين الممكن هسا ظل علينا إيجاد قيمة ألف وواحد ناقص ألف عشان نقدر نستخدمها في قانون التوزيع ذي الحدين باجي بحكي أنا في التجربة المتغيرة العشوائي اللي بدول عندي على عدد الأطفال فباجي بحكي إما يكون عندي يا بنت أو ولد بس بما إنه بقول لي سين بدول على عدد الأطفال الذكور فألف بالنسبة لي احتمالي يكون عندي ولد واحد من أصل احتمالي هاي قيمة ألف طب واحد ناقص ألف أيضا رح تكون نص وهيك معنى احتمال ولادته ذكر بساوي احتمال ولادته أنثى بيظل علينا بس كتابة جدول التوزيع الاحتمالي نيجي نشوف كيف نكتب جدول التوزيع الاحتمالي بالنسبة لنا حكينا نون بتساوي ثلاث ألف نص واحد ناقص ألف أيضا نص قيم سين هي عبارة عن السفر الواحد الاثنين الثلاث هاي سين ولام السين قلنا جدول التوزيع الاحتمالي بيحتوي عقيمة سين واحتمالها هاي بالنسبة للسفر هاي الواحد وهي الاثنين وهي الثلاث أول شي بدأ أوجد لام السفر نيجي نوجد لام السفر باستخدام قانون توزيع ذو الحدين هاي ثلاث فوق السفر ضرب نص قوة سفر ضرب نص قوة ثلاث ناقص سفر نيجي نحكي ثلاث فوق السفر هي عبارة عن ثلاث مضروب سفر مضروب ثلاث ناقص سفر مضروب ضرب أي عدد قوة 0 قيمته 1 ضرب 1 على 2 قوة 3 ناقل 0 2 فبتصير عندنا هون 3 مضروب على 0 مضروب 1 3 ناقل 0 هي 3 مضروب ضرب 1 ضرب نص تربيح وعبارة عن 1 على 4 وأنا هون بقدر أختصر الثلاث مضروب مع الثلاث مضروب فبالنسبة لي الجواب سيكون عبارة عن هون 3 ناقل 0 منعتذر 3 ناقل 0 هي عبارة عن 3 فنص تكعيب 1 على 8 فبالنسبة لي الجواب سيكون 1 على 8 لام السفر هاي بالنسبة لي 1 على 8 يعني ننوجد له لما سين بتساوي 1 لامل 1 وتساوي 3 فوق الواحد في نص قوة 1 نص قوة 3 ناقص 1 فبنجي بنحكي 3 فوق الواحد 3 مضروب 1 مضروب في 3 ناقص 1 مضروب ضرب نص قوة 1 هي عبارة عن نص ضرب نص قوة 3 ناقص 1 هي عبارة عن نص تربية فبتسير عندنا 3 ضرب 2 مضروب على 1 مضروب 1 3 ناقص 1 هي 2 مضروب ضرب نص ضرب نص تربية عبارة عن 1 على 4 بقدر اختصر 2 مضروب مع 2 مضروب بتبقى عندي 3 ضرب 1 ضرب 1 1 2 ضرب 4 8 فاحتمال لام الواحد بساوي 3 ضرب 1 3 على 8 وهي بالنسبة لنا لما كانت قيمة سين 1 احتمالها بالنسبة ل3 على 8 حسنا نوجد له لام الاثنين هي عبارة عن 3 فوق الاثنين نص تربية نص قوة 3 ناقص 2 وتساوي 3 مضروب على 2 مضروب في 3 ناقص 2 مضروب ضرب نص تربية 1 على 4 ضرب نص قوة 3 ناقص 2 عبارة عن الواحد فبتصير عندنا 3 ضرب 2 مضروب على 2 مضروب ضرب 3 ناقص 2 واحد مضروب هاي الواحد ضرب ربع ضرب نص 2 مضروب مع 2 مضروب بتبقى عندي 3 ضرب 1 على 4 ضرب 1 على 2 الجواب بالنسبة لنا 3 على 8 هاي 3 على 8 يلا نوجد له لام الثلاث فبنيجي منحكي لام الثلاث بتساوي 3 فوق الثلاث ضرب نص تكعيب ضرب نص قوة 3 ناقص 3 3 مضروب على 3 مضروب ضرب 3 ناقص 3 مضروب ضرب 1 تكعيب 1 2 تكعيب 8 ضرب نص قوة 0 فبالنسبة لي 3 مضروب مع 3 مضروب باختصرها 1 على 3 ناقص 3 0 ومضروب السفر قيمته 1 ضرب 1 على 8 ضرب نص قوة 0 زي ما حكينا اي عدد قوة 0 قيمته 1 فالجواب بالنسبة انه 1 1 على 8 وهيك انا اوجدت له لما كانت عندي قيمة سين ثلاث احتمالها 1 على 8 وهيك بالنسبة انه احنا اوجدنا جدول التوزيع الاحتمالي باستخدام قانون توزيع ذو الحدي نيجي هون في سؤال رقم 6 بحكي لنا صندوق يحتوي على 4 كرات حمراء و 6 كرات بيضاء باجي بحكي هاي عندي صندوق هذا الصندوق عندي 4 كرات حمراء عندي 6 كرات بيضاء بحكي لنا سحبت من الصندوق كرتين عدد المحاولات زي ما حكينا هي عبارة عن قيمة نون فبالنسبة انه نون بتساوي اثنين بقول الواحدة تلوى الاخرى مع الارجاع فاذا دل المتغير العشوائسين على عدد الكرات الحمراء كون جدول التوزيع الاحتمالي زي ما حكينا عشان اقدر اكون جدول التوزيع الاحتمالي لابد من ايجاد قيمة 1000 واحد ناقص 1000 عشان اقدر استخدمها في قانون توزيع ذو الحدي بالنسبة انه في الصندوق صار عندي 4 كرات حمراء وعندي 6 بيضاء معناته عدد الكرات الموجودة في الصندوق هي عبارة عن 10 عبارة عن 10 كرات طب انا فعليا 1000 عشان اقدر اوجدها بقول لي انا بدي اصحب الكرات اللي احنا بدنا نسحبها او المتغير العشوائي دل على عدد الكرات الحمراء باجي بحكي بالصندوق كم كرة حمراء عندي عندي 4 كرات من اصل 10 كرات اللي هو العدد الكل للكرات معناته بالنسبة انه 1000 قيمتها 4 على 10 بظل علي اوجد الواحد ناقص 1000 باجي بحكي 4 ناقص 10 سالب 6 باخذها بالموجب هي 6 على 10 هيك انا عندي معي قيمة نون وقيمة 1000 وواحد ناقص 1000 ظل علي اكون له جدول التوزيع الاحتمالي زي ما حكينا عشان نكون جدول التوزيع الاحتمالي لابد من ايجاد قيم سين نون بالنسبة انه زي ما حكينا هي عبارة عن لاثنين الالف بتساوي 4 على 10 الواحد ناقص 1000 بتساوي 6 على 10 بدنا نكون جدول التوزيع الاحتمالي بدنا نوجد قيم سين سين بالنسبة لنا السفر الواحد بوقف عند الاثنين لانه اخر قيمة نون بتساوي 2 اخر قيمة لسين بتكون اثنين ومنبلش من السفر جدول التوزيع الاحتمالي هي بالنسبة لسين وهي لامسين هاي السفر هاي الواحد وهي الاثنين يلا لامس سفر بدنا نوجد احتمال السفر باستخدام قانون توزيع ذو الحدين اثنين فوق السفر ضرب 4 على 10 اللي هي 1000 قوة سفر ضرب 1 ناقص 1000 اللي هي 6 على 10 قوة 2 ناقص سفر بالنسبة لنا ثنين فوق السفر هي عبارة عن اثنين مضروب سفر مضروب ضرب 2 ناقص سفر مضروب ضرب 4 على 10 قوة 0 أي قيمة مرفوعة على القوة 0 1 ضرب 6 على 10 تربية وتساوي 2 مضروب على 0 مضروب 1 ضرب 2 ناقص 0 2 وهي المضروب ضرب 1 ضرب 6 تربية 36 عشرة تربية 100 بنختصر 2 مضروب مع 2 مضروب بتبقى عندي 1 فبالنسبة أنه لام السفر بساوي 36 على 100 وهيك احنا وجدنا السفر ووجدنا لها احتمالها اللي هو 36 على 100 يلا نوجد له لام الواحد هي عبارة عن 2 فوق الواحد ضرب 4 على 10 قوة 1 ضرب 6 على 10 قوة 2 ناقص 1 وتساوي 2 مضروب على 1 مضروب في 2 ناقص 1 مضروب ضرب 4 على 10 قوة 1 4 على 10 6 على 10 قوة 2 ناقص 1 وهي بالنسبة أنه الواحد نكمل حل 2 مضروب قيمته 2 الواحد مضروب وواحد 2 ناقص 1 وواحد ومضروبهم هايه الواحد ضرب 4 على 10 ضرب 6 على 10 2 ضرب 6 بالنسبة أنه عبارة عن الثمانية ضرب 2 ضرب 4 عبارة عن ثمانية ضرب 6 عبارة عن الثمانية واربعين 10 ضرب 10 هايه بالنسبة إلي 100 فالسين لما كانت قيمتها واحد احتمالها بالنسبة إنه 48 على 100 هايه 48 على 100 بتبقى عندي أوجد له لام لاثنين وهيك بكون كونت له جدول التوزيع الاحتمالي نجي نحكي لام لاثنين 2 فوق الاثنين ضرب 4 على 10 تربية ضرب 6 على 10 قوة 2 ناقص 2 2 فوق الاثنين هي عبارة عن ثمان مضروب على ثمان مضروب في ثمان ناقص ثمان مضروب ضرب 4 تربية 16 10 تربية 100 ضرب 6 على 10 قوة 2 ناقص 2 صفر هاي بقتصر 2 مضروب مع 2 مضروب بتبقى في البسط 1 2 ناقص 2 صفر ومضروب السفر 1 ضرب 16 على 100 ضرب 6 على 10 قوة 0 زي ما حكينا أي عدد مرفوع للقوة 0 قيمته 1 فجوابي 16 على 100 هاي هون بالنسبة لنا 16 على 100 وهيك أنا بكون قدرت أكون له جدول التوزيع الاحتمالي وهيك منكون حلنا هاي المسألة وأوجدنا له جدول التوزيع الاحتمالي نيجي هون على سؤال رقم 7 سؤال جدا مهم بيحكي لنا صندوق يحتوي على 5 بطاقات مرقمة بالأرقام من 1 إلى 5 5 بطاقات مرقمة من 1 إلى 5 سحبت من الصندوق بطاقتين قلنا السحب من الصندوق بمثل قيم نون هاي نون بتساوي 2 على التوالي مع الإرجاع بطريقة عشوائية إذا دل المتغير العشوائسين على عدد البطاقات المسحوبة التي تحمل رقما زوجيا طيب أنا هستبدأ أوجد قيمة 1000 بالنسبة إلى عناصر أميغا اللي هي أس جوا الصندوق أنا عندي بطاقات مرقمهم من 1 إلى 5 هاي 1 2 3 4 5 بقلنا المتغير العشوائي بدول على البطاقة اللي بتحمل رقم زوجي باجي بحكي من عناصر أميغا كم عدد زوجي موجود عندنا الـ 2 والـ 4 هم العداد الزوجية فبالنسبة إلى 1000 بتساوي كم عدد موجود عندي زوجي هاي عددين من أصل 1 2 3 4 5 عددين من أصل 5 أعداد شو ظل علي أوجد الـ 1 ناقص 1000 وتساوي 2 ناقص 5 سالب 3 وقلنا بخذها بالموجب هاي 3 على 5 هيك أنا أوجدت نون و1000 و1 ناقص 1000 ظل علي أكون له جدول التوزيع الاحتمالي نشوف كيف بالنسبة إلى نون بتساوي 2 1000 بتساوي 2 على 5 1 ناقص 1000 بتساوي 3 على 5 عشان نكون جدول التوزيع الاحتمالي ننوجد قيم سين سين بالنسبة إلى نون بتساوي هاي السفر 1 و2 الجدول رح يكون سين ولامس سين هاي السفر هاي واحد وهاي اثنين يلا السفر ننوجد احتمالها لامس سفر باستخدام قانون توزيع ذو الحدين 2 فوق السفر ضرب 2 على 5 اللي هي 1000 قوة 0 ضرب 1 ناقص 1000 اللي هي 3 على 5 قوة 2 ناقص 0 تصير عندنا 2 مضروب على 0 مضروب في 2 ناقص 0 مضروب ضرب 2 على 5 قوة 0 قيمتها 1 ضرب 3 على 5 قوة 2 ناقص 0 قيمتها بالنسبة إلى 2 يلا هاي عندي 2 مضروب السفر مضروب 1 ضرب 2 ناقص 0 2 مضروب ضرب 1 ضرب 3 تربيع 9 5 تربيع 25 20 نختصر 2 مضروب مع 2 مضروب فلام السفر بالنسبة إنا بساوي 9 على 25 هاي السفر احتماله 9 على 25 هسنا نوجد احتمال الواحد لام الواحد بالنسبة إنا شو بساوي باستخدام قانون توزيعه الحدين 2 فوق الواحد بالنسبة إنا 2 على 5 اللي هي قيمة 1000 قوة 1 ضرب 1 ناقص 1000 3 على 5 قوة 2 ناقص 1 2 مضروب على 1 مضروب في 2 ناقص 1 مضروب ضرب 2 على 5 قوة 1 2 على 5 ضرب 3 على 5 قوة 2 ناقص 1 هاي بالنسبة إلي الواحد 2 مضروب قيمته 2 1 مضروب 1 ضرب 2-1 1 ومضروبهم 1 ضرب 2 على 5 ضرب 3 على 5 قوة 1 هي 3 على 5 2 ضرب 2 4 ضرب 3 هي عبارة عن 12 1 ضرب 5 5 ضرب 5 25 وهيك أنا أجتله لام الواحد معناته الواحد سين احتمالها قيمته 12 على 25 بتبقى عندي أوجد لام الاثنين فباجي بحكي لام الاثنين بتساوي هي اثنين فوق الاثنين اثنين على 5 تربيع ضرب 3 على 5 قوة 2 ناقص 2 اثنين فوق الاثنين اثنين مضروب على اثنين مضروب اثنين ناقص اثنين مضروب ضرب اثنين تربيع اربعة خمسة تربيع 25 ضرب ثلاثة على خمسة قوة اثنين ناقص اثنين قيمتها بالنسبة انها سفر اثنين مضروب مع اثنين مضروب باختصرها هاي واحد على اثنين ناقص 2 0 ومضروب السفر 1 ضرب 4 على 25 ضرب 3 على 5 قوة 0 قلنا اي عدد قوة 0 قيمته 1 الجواب بالنسبة لي 4 على 25 معناته لما كانت قيمة 20 بتساوي 2 احتمالها بالنسبة انها 4 على 25 وهيك احنا منكون حلينا هاي المسألة اللي هي بالنسبة انها جدا مهمة نيجي على اخر سؤالين في درسنا توزيع ذو الحدين فكرتين ايضا جدا مهمات بحكينا اذا كان سين متغير عشوائي ذو حدين نون بتساوي 3 لام السين اكبر من او تساوي 1 19 على 27 جد لقيمة الثابت 1000 بالنسبة ان نون بتساوي 3 اول اشي باجي بحكي قيم سين الصفر الواحد الاثنين والثلاث هو بقولي انا معي احتمال السين اكبر من او تساوي 1 اكبر من او تساوي 1 معناها من الواحد للثلاث هذول مجموعة احتمالاتهم 19 على 27 طب انا اجي اكتب له لام الواحد زائد لام الاثنين زائد لام الثلاث بتساوي 19 على 27 طب انا بدي اكتب قانون توزيع ذو الحدين لواحد ولا الاثنين ولا الثلاث اكتبه ثلاث مرات فبطلع عندي ثلاث قوانين فيهم 1000 مجهولة قلنا بقدر استخدم قانون القانون بقولي 1 ناقص شو الاختمال اللي ظل ما استخدمناه اللي هو السفر فباجي بحكي 1 ناقص لام السفر شو بيساوي 19 على 27 اللي هو 1 ناقص احتمال السفر بيساوي مجموعة الاحتمالات المتبقية عندي اللي هو احتمال الواحد والاثنين والثلاث اللي قيمته 19 على 27 وهاي بالنسبة ان الطريقة جدا مهمة في طريقة حل هاي المسألة صار عندي واحد ناقص لام السفر بيساوي 19 على 27 انعيد الفكرة بحكي لنا نون قيمتها ثلاث قلنا اول اشي باكتب قيم سين 0 1 و 2 و 3 باكتب لام السين اكبر من اوتساوي واحد شو هي القيم اللي اكبر من اوتساوي واحد الواحد والاثنين والثلاث مجموعة احتمالاتها 19 على 27 بده قيمة الف انا بدل ما اكتب هاي الاحتمالات واكتب لكل وحدة قانون توزيعه لحدين باجي بحكي القانون بقول لي واحد ناقص شو الاحتمال اللي ما استخدمناه او شو قيمة سين ما استخدمناها السفر معناته واحد ناقص لام السفر بساوي مجموعة الاحتمالات اللي هو 19 على 27 من هذا القانون بقدر احل المسألة نجي بنحكي واحد ناقص لام السفر بساوي 19 على 27 يلا واحد ناقص نستخدم قانون توزيع ذو الحدين باجي بحكي قيمة نون بالنسبة لي 3 3 فوق السفر ضرب 1000 قوة سفر 1000 مجهولة ما بعرف قيمتها وطالب نوجدها في السؤال ضرب واحد ناقص 1000 قوة 3 ناقص سفر بتساوي 19 على 27 20 نشوف كيف بدنا نحل بالخطوات بالترتيب هاي واحد ناقص ننفك هون التوافيق باجي بحكي 3 مضروب على سفر مضروب ضرب 3 ناقص سفر مضروب ضرب 1000 قوة سفر لو 1000 مجهولة اي قيمة مرفوعة على القوة سفر الجواب لها واحد ضرب 1 ناقص 1000 قوة 3 ناقص سفر هاي ثلاث بتساوي 19 على 27 20 بالنسبة لنا هاي واحد ناقص واحد ناقص الثلاثة مضروب السفر مضروب قيمته واحد ثلاث ناقص سفر هي عبارة عن الثلاث مضروب ضرب واحد ضرب واحد ناقص 1000 تكعيب بتساوي 19 على 27 هون التكعيب ما بقدر اوزحها لانه عندي طرح والتكعيب الأس ما بتوزع الطرح بتوزع فقط على الضرب والقسمة هون بختصر ثلاث مضروب ثلاث مضروب بتصير عندي واحد ناقص هذا المقدار صارت قيمته واحد ضرب واحد ضرب واحد ناقص 1000 تكعيب بتساوي 19 على 27 ما بصير نيجي نحكي واحد ناقص واحد لأنه الأولوية للضرب فهي الواحد بتنزل زي ما هي هاي واحد ناقص واحد ضرب واحد ضرب واحد ناقص 1000 1 ايه 100 تكعيب بتساوي 19 على 27 هون الواحد بنقوله للطرف الثاني فبيظل عندي من الطرف الاول سالب واحد ناقص الف تكعيب بتساوي تسعة عشر على سبعة وعشرين الواحد بس نقولها بغير اشارتها اشارتها موجبة هي صارت عندي سالب واحد هون عشان نقدر نحلها بدي واحد مقامات ضرب سبعة وعشرين ضرب سبعة وعشرين صار عندي سالب واحد ناقص الف تكعيب بتساوي تسعة عشر على سبعة وعشرين ناقص سبعة وعشرين على سبعة وعشرين هي سالب واحد ناقص ألف تكعيب بتساوي 19 ناقص 27 الجواب سالب 8 على 27 أول إشد تخلصني الإشارة السالبة هاي ضرب سالب واحد ضرب سالب واحد هيك أنا تخلصت من الإشارة السالبة اتبقى عندي 1 ناقص ألف تكعيب بساوي هون 19 ناقص 27 8 اتبقى عندي سالب ضرب سالب صارت موجب 8 على 27 بنأخذ الجذر التكعيبي للطرفين عندي الأس ثلاث أخذت له جذر تكعيبي الأس تربيع بأخذ له جذر تكعيبي هاي جذر تكعيبي باختصر 1 ناقص ألف وتساوي الجذر التكعيبي للثمانية اللي هو اثنين الجذر التكعيبي للسبع عشرين قيمته ثلاث ناقص واحد للطرفين باجي بحكي سالب ألف وتساوي 2 على ثلاث ناقص واحد اللي هي سالب واحد على ثلاث أنا بدي قيمة ألف مش سالب ألف بضرب الطرفين بسالب واحد فبالنسبة لنا هون قيمة ألف وتساوي واحد على ثلاث وهيك إحنا منكون نقدرنا نوجد له قيمة المجهول اللي هو بالنسبة إنا ألف نيجي على سؤال رقم تسعة وأيضا فكرته جدا مهمة بالنسبة إنا بحكينا احتمال السين أصغر من أو تساوي ثلاث بتساوي خمسة عشر ستاش نون أربعة زي ما حكينا قيمة نون أربعة بأجيب أفكها هاي قيم سين بالنسبة إنا الصفر الواحد الاثنين الثلاث الأربعة شو يعني سين أصغر من أو تساوي ثلاث معناته ثلاث اثنين واحد سفر هاي بالنسبة إلي قيم سين اللي هي أصغر من أو تساوي ثلاث مجموعة احتمالاتها خمسة عشر على ستاش باجيب أكتب القانون اللي حكينا لكم عنه اللي هو واحد ناقص شو قيمة سين اللي ما استخدمتها الاربعة معناته واحد ناقص لام الأربعة بيساوي مجموعة الاحتمالات اللي هو خمسة عشر على ستاش هس هون منيجي منستخدم قانون توزيع ذو الحدي هاي واحد ناقص انا عندي قيمة نون 4 منيجي منيحكي 4 فوق ال 4 ضرب 1000 قوة 4 ضرب النسبة لنا 1 ناقص 1000 قوة 4 ناقص 4 بتساوي 15 على 16 هاي واحد ناقص 4 فوق ال 4 عبارة عن 4 مضروب على 4 مضروب في 4 ناقص 4 مضروب ضرب 1000 قوة 4 ضرب 1 ناقص 1000 قوة 0 بتساوي 15 على 16 4 مضروب مع 4 مضروب باختصرها هاي واحد ناقص بتبقى عندي واحد على 4 ناقص 4 صفر ومضروبه 1 ضرب 1000 قوة 4 ضرب واحد ناقص 1000 قوة 0 قلنا اي مقدار الأسئله 0 قيمته 1 بتساوي 15 على 16 بصير عنا الواحد ناقص 1 ضرب 1000 قوة 4 1000 قوة 4 بتساوي 15 على 16 ناقص 1 للطرفين سالب 1000 قوة 4 تساوي 15 على 16 ناقص 1 سالب 1 على 16 ضرب سالب 1 للطرفين بالنسبة لنا قيمة 1000 وتساوي 1000 قوة 4 تساوي 1 على 16 هون عندي القص 4 بأخذ الجذر 1000 وتساوي جذر الرابع للواحد هو 1 الجذر الرابع لل 16 ايش العدد اللي بدربه بنفسه اربع مرات بعطيني 16 اللي هو بالنسبة انه اثنين وهيك انا بكوني وجدت قيمة الف بهذا السؤال وهيك بنكون انهينا درس المتغير العشوائي المنفصل وتوزيع ذو الحديان ويعطيكو الف عافية